إذن أجواء جميلة بيقضيها العائلات بعيد الميلاد المجيد الشجرة هي واحدة من أهم رموز أيضا هذا العيد والزينة كذلك بابا نويل بيكون حاضر أيضا ألوان مميزة الأحمر والأخضر في منازلنا في أيضا المدن الفلسطينية اليوم بدنا نساعد المشاهدين إذا بيحبوا يزينوا بيتهم كيف ممكن يكون فيه أفكار من داخل البيت نشتغل فيها بشكل عائلي مع بعض وكما ممكن نقدمها هدايا لعائلات بتزورهم بهذا العيد بسعادنا تكون معنا من داخل الستوديو غادا كاريتاس وهي صانعة أشغال يدوية الله يصبحك بألف خير صباح النور عليكي كيف تحضيرتكم للعيد والله هاينا في أجواء العيد زي ما أنت شايفت حديثتنا ممتازة يعني بسبب التلجة اللي أجت عنا عطتنا فرصة حائلة نقعد في البيت ونفكر ونحضر وإن شاء الله أول إشي أنتوا هك بالعائلة يعني يمكن هذا كمان بيخلينا نعرف في العائلات كلها إشي بتعمل أول إشي ليش بستعدوا إش بتحضروا يعني استقبالا لعيد الميلاد يعني أول إشي بحضر نفسه بهي جو نفسه داخلي إنه يستقبل شي جديد منه كفرحة العيد كميلاد المسيح تاني إشي جو البيت تغيير البيت فرحة البيت فرحة البيت فرحة الولاد كيف ممكن إحنا نعملها من زينة الشجرة من المغارة من الدكور ممكن نحطه على طاولة النص من الصفرة من المائدة من الأكل من جميعهم طيب اليوم يعني نحاول نعطي نصائح كمان للمشاهدين ونبدأ نحكي عن الشجرة إيش بتحكي لنا نصائح عن الشجرة إيش أفكار إيش أفكار ممكن إحنا نحطها على الشجرة ونصنعها نحنا في إيدينا هلأ كل الناس طبعا بشتروا البول من بأي من محلات هلأ أنا بدي أعطي بس فكرة حلبة كتير وبسيطة جدا ممكن الأطفال لولاد يعني يشتغلوا فيها في البيت يساعدوا الماما يعملوا شغل من إيديهم يعلقوها على الشجرة وهي أصلا أجواء العيد الجميلة لأنه ممكن الواحد يقضي وقت مع عيلته وكمان يعمل أشياء لها علاقة بالعيد صحيح وبالذات إذا كانت في العيلة كلها متحدة مع بعض يعني الأم إذا قدر يشارك في بعض الأجواء في العيد كزينة شجرة كدوا وأشياء الأطفال ممكن يعطوا لمسات حلوة كتير وفرحتهم تبقى أحلى هلأ أنا بدي أعرض فكرة بسيطة وسهلة كتير هي عبارة عن فلين طباط الفلين المتعارف عليها هلأ أنا جايب الحجم الصغير ممكن يكون حجم صغير ممكن يكون حجم كبير ونعمل فكرة عليها هي عبارة عن دهان أبيض بنحطه على طابة الفلين البول بعدين بنجيب الورق الشبر اللي بننعلق فيه الإطانة ذهبة ممكن تكون شبرة ممكن تكون شو بده الواحد يعلق فيها أنا استخدمت الدهبة هو أحلى إشي حتى لما تحطيه على شجرة يعني يعطي رونك يكون ناعم هلأ بالنسبة للأدوات اللي استخدمتها ممكن تحطي أنت الدهان الأبيض ممكن تستخدمي الغرة الغرة تحطيها كل غرة بنجيب بعدين الكلتر الكلتر أو شو بنقول البرق البرق ممكن تحطر شي برق عليها وبنثروها على الغرة بنثروها على الغرة بتبطل لونها بالشكل هذا فبتصبح هيك إذا في عندنا نجوم على أي شغلات صغيرة ممكن واحد يلاقيها بالمكاتب شغلات حلوة وخاصة كمان انه نفس الفلين ممكن يكون أحجام في عملية ممكن واحد كمان يزين بأحجام مختلفة بزبط عشان نك أنا جيبت هذه بس ملاحقتش أعملكم إياها فأنا جيبت حجمين حتى تحطي كبير والصغير في كين شكل كمان بالطريقة هاي هاي كلها بالبرق اللي بيلمع ههونا عنها مع نجوم ممكن تكون أشياء تانية شفت أنا شكل كمان عندي كتير حلو يعني هي ممكن تكون أتقل شوي كيف عملتها؟ هلا اللي معاك هذه صحيحة تحقيلة بس هدي مش الأطفال ممكن يعملوها يعني يكون الجيل الأوعة شوي صغيرة يعني ممكن تكون صوفة سادة سابع ليلة لأنه هي بتحتوي على أزاز وعلى مري زم أنت شايفة البولة التانية فيها مري هذا شو في عنا نحنا من مري مناشية مكسر ما نكبه مش إش بينكب أزاز تكسر معاك ما بينكب هذا كله اللي نحفظه منقصه على شيب معين كيف تكسر معاك بس طبعا بدي يكون حد كبير يكون معاهم اللي يقدار يكسر الأزاز بطريقة معينة بأي شيب مش فارقة يعني منجيب الأزازة مندهنها بالأحمر أصفر أخضر إحنا شو بدنا ندهن شو بدنا نعلق بدنا كل الانوان دهنتيها ليس في ورق تحتها يعني هلا هي مدهونة بس الدهان ما بيكون فوق بيكون تحت لي حتى ما يطلعش معاك لما الواحد ينظف دي يعلق من سنة لسنة اه فوجهها بيكون عادي أزاز نضيف بس منتحت بنلون صحيح صحيح كذلك هون دخلت أنا الموري معاها حتى يعطيها شوية رونك هي كتير حيوة بس كيف لزقتهم هيك تلوك كيف لزقتهم بالجلوغان ممكن تلزقيها بالغيرة الأبيض بس يكون جامد شوية صغيرة ممكن تحطي شوية الغيرة بعدين تحطي الحبة كيف بدك انت تنسكي الموديل تبعت ممتبت على البول وانتبعت هون كمان انه ممكن نثبت الشبرة بدبابيس يعني موجودين بالبيت صحيح يعني اذا ما كانش ثابت او مقدناش نثبتها بالزبط وبنحط معها غيرة حتى يتم ثابت بالزيادة الثاني المعاكل كلها موري هادي مش من غيرة هادي من ملتينة الحيات اللي نحنا مستعملها كيف التراشي بتحطي انت تأسسي ممكن تستخدمي مواد البناء اذا بك عندك شغلات متل ما لتنت الحيات بتدهنيها او جبسين اذا متوفر الجبسين ممكن تحطي الجبسين تحطي عليها الشقف المورية بعدين بتلوني بالأحمر بالأخضر بالزهر شو ما بدك بتلوني الفراغات ويعني استمتعتوا بالعائلة انتو بس عملتوهم اذا هيك يعني الأجواء مزوط او انا فناتي بساعدوني بشتغلوا معي بهك شغلات واشياء تانية كبيرة وزيانتو شوجتكم يعني من هاي الزينة اه صحيح شايفي كمان في هناك اشياء زينة معمولة او هاي اللي نعملها اللي على الطرف هناك هذول كمان زينة هذولة زينة بس انا مش عملتها يعني انا بقدر اشتريها باسعار بسيطة جدا ممكن انا اعمل فيها زي صحيا ممكن يكون في النص الطاولة الصالون او طاولة الصفرة او ممكن ينهدى بس بنحتاج انو لزقها انا رح اعملكم هلأ فكرة حتى تشوفوا الطريقة كيف معاي اذا متوفر عنا شمعة كبيرة بالشكل هذا ممكن احنا نعمل لها بس ديكور بسيط ممكن بالاحمر بالدهبي بالاخذر حزب بزوء الست المارد في اطفال ممكن يرسموا عليها يعني ما نعرف على الشمع يصعب شوية يرتسم عليه لانه هي شمع صعب الا اذا انتي جبتي اشي تاني وغطتيه مثلا بريبون باشي ممكن الريبون انت تحط عليه غليتر تحط عليه اي اشي بالدكية هلا احنا رح نحطها في نص الصحن البدنية منجيب انا جايب معاي شجر قديم عنا عروق شجر شجرة قديمة خربانة بدنا نكبها بدنا نجدد بجيب العروق الشجر بربتهم ببعض وبحطهم بالجلوغان بثبتهم بجيب السايد التاني انا عشان اسمتهم بطريقة يسهل علي الشغل ونلزقهم بالشكل هذا انا رح احط لكم يوم دوم الاحق اي دوم الاحق لانه مش رح الاحق فبالشكل هذا اعملنا كمان دقرتين ممكن نحطهم نلفهم بالشكل هذا هيك وهيك اللي يكونوا معانا ممكن كل حدا يفكر في الاغراض الموجودة عنده يعني ممكن جد يكون يعني شجر قدام البيت او ورد قدام البيت ممكن انت تحطي مش رح تلزق معاي لانه لانه لازم الزقها دايريكت هيك بالشكل هذا بس ممكن نحط هلا اه واحدة هنا وممكن نحط كل واحدة بعمل زي ما بده يعني هلا انا فكرت الفكرة هاي دائرية لانه انا معنية بالشمعات المدورية اه فقد ااخد قديش الاسمتهم واحطهم فممكن احنا نلزقهم طبعا مكون احنا عيرنا في شمع بمنحط في الأزاس ممكن نزينو اذا ما حبيت تزينيها ومش متوفر عندك مفيش داعي لانه في عنا نحنا الاخضار حصلا الورق صحيح واساساً رح يغطيها مش رح تبين بس هيك فكرة انه نحط الشمعة هلا الشمعة الثانية ممكن نحطها بالطريقة هاي نفس الشي شايفي واضحة عندك هلا اذا انت بدك تزينيها اكتر تعطيها جمال اكتر ممكن نستخدم هون نستخدم الاطفال اللي يشتغلوا هذا الاشي يعني ممكن بالمدارس بس تعلموها او اذا اهاليهم بعلمون من البايب كلينر هاي بتعرف فيه بايب كلينر بكون سادة فيه من النور بكون شقة وإحنا نلفوا زي ما انا بدنا بتلف فيها باي طريقة بدكية ممكن تعالقيها ممكن ما تعالقيها بتعلمي ايدي اطفال في مدرسة لانه بك وكمان انتي معلمة تفن صح؟ صحيح بتعلمهم كل الاشياء البسيطة هاي شو متوفر في البيت نحنا نصنعه في ادينا فبزينوا بيوتهم حلو مني اشغالهم منحط واحدة هون مننصك اللي مع اخدر منحطها بالطريقة هاي الشقة الثانية هلأ منجيب الاحمر انا حاطة لولو دهبي وكل ايدي اشتركتين وكل ايدي اشتركتين وبعدين سهلة بس بتلف فيه حركات اللف وبتطلع معاك بتتعجيها بإيديك بأشياء بسيطة وتحط لولو بتلازقيه بالكلوغن باي سامر منحطها نحنا منزين فيها اشياء بسيطة جدا جدا ما فيه داعي نكلف حالنا ونروح نشتري من السوق شغلات غالية وباهضة الثمن فهيك بطلع عنا الجو لطيف ممكن احنا نستعين في البيئة ممكن ندخل البيئة كمان على الصحن تبعنا نعمل صحن حلو كتير من البيئة انا جيبت الصارو وملاوديهم كمان بتروس شي بالدهبي بالتنتين فيه احجاب ممكن تحط كبير صغير فيه المسكر الصارو والاشياء هاي فممكن نحط عكس بعيد جايبة انا كمان ممكن الواحد يستخدم هاي شغلات اشتريناها وما بديها سنة اللي فاتت مش محتاجيتها وممكن انا اضيفها هون على صحن ممكن هاقيم التعليقة تبعيتها لانه مش محتاجيتها وبقدر بلغلوغان ألزئها هون كجراس ممكن احط التانية قبالها فيه فكرة انا سويتها كمان بدل هدول فينا نحنا نحط زي سانتا سانتا صغير هذا هو انا اشتغلته من شمع بس ممكن الواحد يجيب الجاهز زي ما رح تشوفي كمان عندك هناك الجاهز ومنلزق الجاهز واللي متوفر عنده من شغله وشغلات عملها في المدرسة مع ولادهم مع علمات هون فينا نلزقها هون كمان هون بس اديش حلو سانتا وانتي عملتي بالشماع هاي فكرة هذا فكرة الشماع كتير حلوة هو عبارة عن آلب أنا بسكوبه وبدهنه وبعطي طبقات اللمعة اللكر وبتعطي الجمال تبعها حلو كتير فهذا اذا واحد بقدر يسويه بقدر يسويه ما اقدر فيه يشتري الجاهز فكرة تانية ممكن احنا نقيم هدولا ممكن نحط الشمعة معلش هي انكسرت معي وانا جاهز هلا بسيطة هي رموز العيد ميلاد يعني بالتالي يعني بابا نويل شجرة بابا نويل صارو صارو كتير حلو احنا مندخل صارو كتير في أجواءنا العيد يعني اذا كان صارو ارتفشل اذا متوفر عندنا طبيعي مثلا عندنا شجرة حلو كتير حكاتي انه ممكن الواحد يرشه يعني بالذهبي بصفي عمليا مثل النشتي من السوق وكمان فيك مش انتي رشتها بالذهبية فيك تجيبي البرق وترشي رشتي بكون هو اردي جاهز ففيك تجيبي البرق اي لوم بدكي الاحمر على اخضر على اي اشي وترشيها بتعتيك كمان روناك وتعتيك لمعة حلوة هلا حسب انتي شو بتحبي الاكسسورات ممكن نعمل عكس بابا نويل مع شجرة وتطلع الفكرة بالشكل هذا بسيطة جدا وانتو عملتو لا البيت يعني مثل هاي صحيح انا كله بحطت في بيوتي انا جبتلك شغل من بيتي هيا شوف كمان كاميرا كمان في اشعر افكار مختلفة يعني هذا كمان بعتمد على شكل الالب احنا نستخدمه ممكن يكونوا موجود في البيت اذا فيه ناس ممكن يكون عندهم دوائر مدوار جاطب هلا بالنسبة للأولى فيها الشمعة الحمراء هذا صحيح عادي هذا ممكن تحطي الناس باستخدموه للسلطة لصوص لشغلات ما بدك ايا او طائم نكسر او شي فيك تدهني وفي حالة ما دهنتي فيك تعملي منه من الاخضر هاد تلفي حوالي تلزيه انا رسمت عليها اللي بحب يدهنه عنده اولاد بحبوا يدهنه او الست اذا بتحب تدهن تدهن عليه دهن الازاز اللي سبق وشرحنا مرة عليه الاكسسوارات موجودة عنا عنا الشري البولز الصغير عنا مثلا شغلات انا جيبتها الاصطناعية صاروا الاصطناعي لانه مش دائما بتوفر عندي طبيعي فممكن تحطيها ممكن تحطي صاروا طبيعي شو ما بيجي على بالك وتحطيها فيها طب يعني هلا فيه ناس بقولوا يعني كيف بدك تقنعينا انه فيه ناس بقولوا خاص نشتري هاي الضمن من السوق ايش الفرق؟ الفرق انه هدا شغل ايد ومش متوفر في السوق ثاني ايش لما انت بتعملي الشغلة في ايدك تعمليها انت وتحطيها دي بتلاقيها احلى بكتير واجمل تحطي كتعة حقها ما بعرف تسعين مية ما بعرف ايش ديكون حقها لكن هاي الشغلة البسيطة الانت سنعتيا شي بسيط وشي من البيئة متوفر عندك وما بدك ايا واستخدمتي وطلعت فيها شغلة انت تكون فرحتك احلى وبتحس انه ممكن نهديها لأصدقاء لألنا او عائلات رحين نزورهم طبعا لماذا؟ لا الواحد ما بهدي شغله لناس بيكون فخور كتير بيكون مبسوط لما انت بتعملي هذا شيء في ايدك تقولي انا عملته في ايدي الك شوف التقدير اذا الشيح يكون للي قبالك طب كمان فيه فكرة هون مميزة الكسات هلأ بنسبة للكسات هذه طاولة الصفرة بما انه نحنا ليلة الميلاد اليوم بكرا عنا العيد اكيد فيه ناس بيعزموا بعيد في ليلة الميلاد بعملوا اجواء حلوة جميلة فأنا فكت اعمل لهم فكرة بسيطة هلأ قبل ما انا اعرض فكرة الكسات حابة افرجيكي نص الطاولة وشو ممكن الواحد يحط بين السحون والكسات الحلوة هادي والاشياء كلها هاي فبقدر احطها هادي هنا اكيد بدك توجينا ايش ممكن نعمل على الطاولة بالزبط فدي افرجيكم شغلة سهلة وبسيطة جدا يعني برده كمان شي احنا متوفر عنا برده من عرق الشجر القديم ممكن تكون اخمل من اللي نزيم فيها منشتريها وما بدي اياها خميلة كبيرة ممكن شبرة حتى خميلة انها اخضر نلف عليها تلف فيهم تلف في احمر واخضر مع بعيد دهبي شو ما بيجي على بالك بس انا بحب العرق الشجر بما انه انا هاي مش رح استعملها وهي كانت عندي قديمة تنحط على نص الطاولة هي طبعا تنمد على نص الطاولة كلها تتزين باي شغلات احنا بدنا اياها مثل شو متوفر عندي متوفر عندي شبر انا ما بستعمله شي حاليا ما بدي اياه لليوم مثلا استعمله فينا نحنا نستعمل كمان شبرات عندي اياها شريطها كونيت من الاول مش رح احطها على الشجرة ففي انا اغير الدكور هاي السنة وارح اعمل بما انه القعدة عندي وعندي جو العيد وعندي ناس مثلا ممكن يجوا اليوم كليلة الميلاد فانا بزين فيها بالطريقة هاي بحطهم بمسافات محددة كيف انا بدي تكون على الطاولة تبعتي حتى اعطي جمال ورونك للطاولة وكمان بتعطينا بحشة يعني مش تحس انت كل يوم قاعدة بتوكلي نفس الصحن والشوكة هذه كلها بالطاولة فانية فانت بتعملي شي غريب وبتبقي مبسوطة في الاشي انت بتعملي حتى هيك الجو بالبيت بصير احلى يعني شكل البيت بصير مش نفس الايام العادية صح وهذا اليوم مميز هلا فينا نحنا كمان نعمل اذا متوفر عنا خراز او شريط ممكن يكون السادة انا فجيبت لكم من الشريط التاني شبه طبيعي مش طبيعي نمسكها منحطها نحنا باي طريقة بدنا اياها هيك نربطها بعدين كل حدائش عند غوال ممكن نضيف عليها صحيح وبدين سهلة يعني هي كل ما هنالك بس بتمسكيها من عريقها بشكل هذا وبتحطيها فين بتحبي ممكن الدخل بيم انك حط دهبي ممكن تجيبي كمان البولز الدهبي وتحطيهم يعني هذا برجى على حسب زوق كل واحدة والألوان اللي اختاروها وبالزبط وشو هي حاب تحط على الشرشف اللي عندها مرات بنشوف ان البيوت عادة بتختار كل سنة لون يعني في ناس بتدين هاي السنة شرجتها دهبي دهبي كلها في ناس بتختاروا لون أزرق فيه مبلشوا يتفننوا الناس وغالساني كمان فيه ناس يختاروا الأزرق طالع فيه للكي شفت كمان صحيح أنا هون مظبوط استغربت من الليلكي يعني بده جراءة بس مصفي انه كمان واحد بنقي ألوان تتناسب معه إذا قرر هذا اللون يكون السنة بيت بيت وليلكي يعني ممكن يختار كل الألوان القريبة من هذا اللوع صحيح صحيح بقدر يختار الليلكي الأزرق بقدر يحط أزرق أزرق ودهبي دهبي لحال دهبي وأحمر أخضر يعني هذا برجع حسب الزوء كل 6 شو بتحب تعمل هيك إحنا منكون لعنا للسنتر الطاولة بنحطها في النص ممكن نعمل شبية إضافات عليها الإضافات اللي راح تكون موجودة مثل في عنا كاسات منحب إحنا ندوية شموع بالليل الميلاد يعني أو برس السنة ساعة 12 يعني ممكن الواحد يعمل ممكن إحنا نعمل زي ما إنتي شايفة كاسات بسيطة سهلة ممكن ندهنها نبلطها بالقليتير فإنت كمان عملتي هذا الإضافة صحيح فبتبلطيها بالطريقة البدكية بدي زين بديكتول عارض بلاط شو ما بيجي على بالك حسب زوء كل 6 بتحب تزين فيها كاسة بديش إياها طق من كسر ليش أكبو أنا بستخدم كل إشي ما بكبش في البيت هيك أظن كل الإميات يعني بيحبوا هاي النظرية ممكن كل الإميات فبكون أفضل عكل توفر على الرجال طبعا وبتعمل شي في إيدا وهي تكون مبسوطة فيه هلأ هاي الكتعة أدهان تدهان أزاز وعملتها هلأ ممكن أنت شو تعملي فيها تحطي فيها الشمعة ممكن تكون أبيض ممكن تكون شمعة حمراء على حسب شو الواحد بحب يحط وبتقدر تحطيها بين حركات الديزاين اللي أنت مسوتي يعني إحنا طبعا طولتنا صغيرة مش رح تعطينا بس الفكرة الفكرة أنك تشوفي ممكن تحطيها بطريقة اللي بدك إياها وكمان ذلك حسب أشكال الكسات نفسهم صحيح وممكن هنا الشمعة اللي كبيرة اللي نحنا حطيناها هناك ممكن أنا أجيبها في نص الطاولة أحط الشمعة تبعتي في نص الطاولة وأعمل كل الدكور ممكن تكون كسات ممكن تكون شمعة زي هذا اللي صغير حواليها شو ما بيجي على بالك فيك زيني فيه فبتالي نعمل زاوية ثابتة طلوقت جاهزة لا كتير كتير حلو هلأ بالنسبة بما إننا نحنا وصلنا لفكرة الطاولة المائدة وللت الولاد وستيطينا بدك نغيرها هاي وجو الأكل والأشياء هذي كلها أنا عملت شباية إكساسوارات بسيطة اللي ممكن كل ست إنها تستخدمها هلأ عملت أنا الكسات في عنا الكسات صحيح هلأ في عنا فكرة الكسات هايك واضحة فكرة الكسات الموجودة في عنا أنا حطيت عليها رمز الميلاد رمز الفرحة رزم سانتا كلوز وحطيت الشري هلأ ممكن إحنا نحط الصحن تبعنا الكاسة هاي تبعتنا وفي عنا هون كمان موديل تاني برضو العرق الأخضر أنا بحب أدخل الأخضر كتير مع الأحمر بيعطي جو حلو وكمان شري بسيطة بتلفها على العنق الكاسة بس بتغير شكلها بتاعتي أجواء لعيد الميلاد بالزبط على حسب الموديل فيه كمان موديل تالت إذا حبت ربت المنزل كلها بسيطة اه تحط ممكن تدخل شبرة من عندها شو متوفر عندها من الأول ممكن يتدخلها تحطي شبرة اللي بديها مع أحمر مع ذهبي هذا إذا كان إكسسيسبرات مع ذهبي هلا أنا عملي زيطائم كامل ما بين الكاسات شوك السكاكين والنابكنز الواحد بحب يعمل كولكشن كامل لطولة فيه نابكنز كمان ممكن يكونوا لكريسماس هما لكريسماس فيه نابكنز ممكن كمان سحهم ألوان مختلفة هلا فيه نابكنز زي فيه أحمر فيك تحطي الأخضر فيك تحطي الدهبي فيك تحطي الأبيض وتحطي عليه الشغل كله هلا أنا جبت لكم بعض الأفكار المتوفرة عندي هلا الفكرة الأولى اللي رح نعرضها هي رح أعرض أنا فكرة الذهبية شو ممكن إحنا نسوي هلا الفكرة هي بسيطة جدا هي عبارة إذا تحبوا أفتحها تشوفيها كيف آه وفيه مفتوحة أو هذا الشيك هذا الشيك التاني هلا هون هي متوفرة عندنا في البيت كل ست بيت أكيد عندها ماشية حمرة أنا حطي عليها بس غليتر وحطي عليها رسمة بس في الحالة هاي أنا ما بدي رسمة بيّن بدي أغيّر الموديل فأنا بعملها بالطريقة هاي بجيب الريبون دهبي لأني معنية أنا بديها به فبه أربطها ممكن أربطها ربطة كمان واحدة حتى أثبتها هو بديه طولة بال بديه فكر بديه إنسان رايق اللي يقدر يفكر شو بيحب وينسق ألوان وكمان بديه يرجع إذا هو بحب هذا الأشي يعمله مش كل إنسان عنده رغبة بأنه يسوا هذا الشي هلا أنا عملي بالنسبة للكاسة هاي لعنا هي عبارة عن دهبي وعملت الأكسسوارات بالريبون الأحمر أنا هون عكست الأي لأنه الشبرة تبعتي حمرة فأنا جيبت نفس الخراز بالزبط وبحطها في قلب الريبون بالشكل هذا بتطلع هيك عنا شي بسيط وسهل وطائم مع الكاسب وبتبقى طائم بتنحط طبعا على الصحن في نص الصحن الكاسب بتبقى جامبو شو بنا نكمله نكمله كمان شغلات حلوة اللي نحنا نعملها بالدهبي أنا جبت لكم شوكا وسكينة ها هلا حسنا هتلع صحن أكل يعني بس أنا لا شيء اللي بحبي يزيين ويعمل شيء مميز وغريب بهالفرحة هادي فهي بتكون على الصحن محتوطة أنا عملت الشوكا بنفس الطريقة نبين على الكاميرا حلوة بس أنا حطيت الريبون عارفة تبعون الزينة تبعت الهدايا واشي بسيط حتى ما يعيك الحركة كمان امر واحد بدو يمسكد الشوكا والسكينة بالضبط قوي شضوا الصحن فيهم ويقصوا كل الأشياء هادي كلها فإحنا ما نحط الشوكا والسكينة جانب الصحن وبتطلع كل هون زي شكل حلو كتير بكون عنا هذا الشكل هدولا بالشكل هاكل 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 الكاميرا تاخدهم تصفو صحيح أنا قمتلكم هدول عشان الواحد يقدر يشوف هلا نحنا عنا هدول هاي هون نفرد الصحن كان لازم نجيب صحن معانا صحن مليار صحن مليار لا هون دي يكون فاضي بالأول بعدين الشخص بيكون قاعد هنا فيه يفكر ربطه وبستعملها وهذا ممكن يخدهم إذا حبه لذكره وإذا محبش بتكون إله فهي هي الفكرة تبعتنا الأولى بسيطة جدا وميزة وسهلة هلأ الفكرة التانية اللي نحنا رح نعرضها هلأ رح نستعمل إحنا كاسة تانية رح نستعمل السانتا هلأ للسانتا فيه عدة أفقار أنا عملتله فيه نحنا نعمل النابكنز هادي ممكن نعمل طبعا أكيد معظم ستات البيوت بيستخدم الورق لأنهم مش كل حدا ممكن يكون عنده قماش بالضبط ففضله هذا حتى ما يتوسخ فممكن هاي هربطة بسيطة ريبون بسيط بس ما عليك إلا تلزق عليها أي نوع شفية لك إكسس وبرات ممكن تكون الوردة ممكن تكون السانتا نحنا عملناها ممكن تكون السانتا أنا عندي كمان ريبون تاني ملزقة علي سانتا بابا نويل حتى تكون شبيهة للموضوع ففينا نحط هذي الفكرة أو هاي الفكرة ونختار شو بدنا ممكن ناخد الشاري نفسه ممكن تربطيه وتحطيه على الريبون هلأ في عندي كمان إلها الشوك والسكينة فأنا حضرت كمان فكرة بسيطة وسهلة الشوك والسكينة لأنه الكاسة فيها الشاري وإذا أنت حبيت تحطي الشاري كمان ما بيمنع بس أنا حبيت أحط البابا نويل حتى أغير شي من الموضوع فممكن أحط أنا شري بهذه الطريقة بلفه سهلة وبسيطة جدا وبتحطيها كمان على الطاولة وتبقى بطريقة هذي حلوين حلوين كمان هذو كتير هاي كمان موديل هلأ في عندي موديل ثالث للي ما حب الموديل هذولا في كمان موديل ثالث ممكن إحنا نستخدمه في عندي الشوك والسكينة هاي ممكن بس يلفوا عليها ربن صغيرة ممكن تكون موجودة بالضبط وهي عبارة عن أحمر وأخضار محتوطة وما بدأ تعمل أي شيء وما بتعرف تلف أو تلزق أو كلوغا والشغلات هذي كلها تتصعب بنا وتخلي بنتا تقص لها الشبرات وتربط لها يهم بالطريقة هاي في عندي كصغيرة شبرات صغيرة في عندي الكاس كمان هنا محتوطة على الشريء إذا هي ما بدأ الشريء ممكن يلبق ممكن لا الألوان بتكون لا بقى هاي الأخضر وهي الأحمر وهي الكاس وهذا بكون بالطريقة هذي مع الشغل تبعنا النابكنز اللي أنا حضرت لهم إياه حضرت لهم الفكرة هاي بتكون هي برضو شريمة على الأخضر ممكن أنت تربطيها على أي نابكنز إذا متوفر عندك الأحمر تكون أفضل وأحلى إلا للأحمر وليس للأخضر ممكن تحطيه على الأحمر ممكن تحطيه على الدهب على ما بدك وكمان بتكون هذي في نص الطاولة بالطريقة هذي أبدعتي هاي أفضل بسيطة كلما إذا ما حبناش إشي فيه إشي تاني أكيد يعني ممكن نكون حابينه يعني أنا زي ما قلت الموضوع بدأ يمكن طولة بال بس الفكرة كتير حلوة الأغراض ممكن يكونوا بسيطة منقدر نشتي كمية كتير كبيرة حتى من المكتبين من أي مكان وجد العيد هو العيد العيلة والجمعة فكمان هذا ممكن تكون فرصة لكل الأهالي يستمتعوا مع عائلاتهم وأطفالهم فيه شيء بديك تحكي لعنون لأنه انتهى وقت بدي بس أفرجيكي شغلة بسيطة جدا أنا كنت حابة تفرجيكي هذول الحمر كمان اللي لا أسمع عليهم أنت بالليجة أيوه هذول النابكي أفرجيكي أنا عملي أسوارة بسيطة كمان ممكن الأطفال يعملوها هي من خرز بسيط جدا هذي زي زر عبارة عن زر بنحط مثلا للأطفال لأشياء ممكن إحنا نستعملها بتكون زي هدية ممكن تكون بابا نويل وهي عبارة عن خرز زي أسوارة أسلاك عادية هلأ ممكن إحنا نجيبها ونحطها بقلب النابكي نزل بإدنية ممكن هيتنهدى للشخص اللي تلعطله في قلب الصحن هلأ فيه شغلة ثانية بدي أقولك إياها إنه فيه واحد اللي بيحب يدهن ممكن يدهن يعملها بالطريقة هاي يدهنها دهان ممكن يحط سانتا ممكن يحط عصاية بابا نويل ممكن يحط جرس شما بيجي على باله هلأ إحنا لو رسمنا لا تطلع شاطرين زيك ستطلع نخربشة شوي بس رح تطلع حلوة ونحطها بالطريقة هاي وتكون هي على الصحن التضييف تبع الأكل هذي برجع على حسب ذوق كل ستبات شو هي حبة تختار إلى هذيك المناسبات أنا دي أشكرك كتير على كل هاي النصائح وفعلاً يعني كتير حلو حتى كمان الناس اللي حضرونا اللي كمان حابين يعملوا هيك ببيتهم لو ما كانش في عندهم يعني أعياد أو التزام بهاي الألوان فرصة إنه نزين بيتنا صفرتنا بين فترة وتانية هذا بيغير جو وبعض هيك طاقة حتى للعيلة أكيد طبعاً أنت وعيدك أكيد وعيدك اللي يساعدوك كمان كثير طبعاً أنا عندي بناتي إيدي في إيدهم في كل شيء في الأشغال كلها أنا شوفت صفحة الفيسبوك حبيت تحكي لنا عن صفحة تك إيش اسمها على الفيسبوك عشان إذا في كمان ناس حابين يفوتوا يشوفوا أكتر أفكار لأنك أنت تعمل كتير أشياء متنوحة صحيح صحيح صفحتي اسمها غادة زارت هاند مياد اللي بحبي يدخل على البيتج تابعتي بشوف كل شيء أنا عمليها السنة كولكشن جديد من أزاز من شمع من سحون من تقومة شو ما بيجي على بالهم فيهن في عندي كمان ركم الهاتف بيكون محطوط على البيتج نفسه بلاقيها ممتاز وقدر يتواصلوا معك شكراً كتير إليك ونهارك سعيد وعيد ميلاد يعني مجيد على كل العائلة شكراً إليك وعلى استضافتي رح ننتقل لفاصل ونشوف إيش حضرنا لكم اليوم بفقرة يوتيوب وأكيد رح نكمل فقراتنا ورح نزور بيت لحن كمان مباشرة مع الزميل جريس عزر في وقت لاحق